في قضيتين أساسيتين اليوم القضية الأولى هو أنه عموس هوكشتاين المبعوثي الأمريكي الصهيوني بكرة يريد أن يوصل على لبنان هوكشتاين قال أنا ما بروح على لبنان إلا إذا كان فيه اتفاق جاهز لوقف إطلاق النار الأمر الثاني اللي بدأ أحكي عنه هو يعني يبدو أنه جو بايدن الرئيس الأمريكي المعزول هذا بدو يولح حرب عالمية ثانية ثالثة أو رابعة قبل ما يخرج أو يترك من السلطة في غضون شهرين من خلال قراره بالسماح لزيلينكسكي والجيش الأوكراني باستخدام الصواريخ بعيدة المدى اللي أكثر من حوالي 200 إلى 300 كم في العمق الروسي وهذا يعني إعلان حرب على روسيا خلينا نبدأ باللي هو هو هوكشتاين والمناخ الآن في بيروت حقيقة المناخ في بيروت غير واضح على الإطلاق هناك جهات في لبنان تطالب بتلبية الأوامر الأمريكية والإسرائيلية بالفصل بين الساحات يعني بمعنى أنهم ضربوا لبنان وبدهم الآن هما يفصلوا لبنان كليا عن قطاع غزة اللي يعيش حاليا حرب إبادة ونزيف دموي غير مصفوق بهدف ضم شمال القطاع لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعني هوكشتاين قادم لإنقاذ إسرائيل اللي هو قاتل في الجيش الإسرائيلي جاي عشان ينقذ إسرائيل ليش ينقذ إسرائيل لأنه حرب إسرائيل البرية اللي أكثر من 55 يوم فشلت فشلا ذريعة يعني هما اعتقدوا أنهم لما يعملوا حرب برية أنه بيخلوا بيبعدوا حزب الله عن الحدود وبيحطوا قواته خارج اللي هو يعني شمال نهر اللي طاني وهم بيعملوا مستوطنات بنشروا جيش لبناني بنشروا القوات الدولية المهم أنه يبعدوا حزب الله وهذه تعتبر هزيمة لحزب الله هذه هي خطتهم الأساسية وبعدين أنهم يرجعوا النازحين في أكثر من 250 ألف نازح من مستوطنات الشمال مستوطنات الجليل أنهم يرجعوا لأنه هذا العاملين عبء كبير جدا على الميزانية الإسرائيلية وأيضا كمان على الجيش الإسرائيلي وعلى النفسية الإسرائيلية الآن ما حققوا هذه الأهداف على الإطلاق بالعكس أنه حزب الله حولها وبالا عليه يعني بمعنى أنه كل يوم في عمليات كل يوم في إطلاق صواريخ والآن صواريخ ثقيلة 150 200 صاروخ مسيرات في توصل حيفا وتوصل عكا وتوصل صفد وتوصل طبرية كل مكان والمطار ميروت بس بأسر مطار تل أبيب بيغلقوه وبرجعوا ويفتحوه وبرجعوا يغلقوه يعني يعني ليش زي اليو يو شيء ناس الآن بيخذوا أكثر وقتهم في الملاجئ يعني صفرات بسحوا على صفرات انظار وبناموا على صفرات انظار على أي حال فهم الآن هاي الأمريكا بدها وهاي إدارة بايدن واللي فيها بلينكين وفيها هوكشتاين بدهم ينقضوا إسرائيل من الحرب الاستزاف اللي أجادها حزب الله وتتطور بشكل متسارع وغير مسبوق فهي القصة الأساسة السؤال الآن في أصوات بتطلع في لبنان يقول لك يا أخي والله ش بدنا في القطاع غزة إحنا إحنا ليش نعني نمشي على طريق قطاع غزة طيب هو خلي كل واحد يقلع شوكو بيدو وإحنا بدنا الآن فيش فيش حرب إسنات إحنا الآن بدنا معركة من أجل الدفاع عن لبنان فقط لبنان أولا يعني وبعد هيك فليذهب العالم إلى الجحيم هذا السؤال بتتعالى حاليا بشكل غير عادي في لبنان للأسف وتجد إلها أصداء إيجابية في بعض الحكومات العربية والمطبعة خاصة فهي الهدف من جيد هوكشتاين لكن أنا في تقديري إنه حزب الله لا حزب الله محافظ على وصيد اللي هو سيد الشهداء حسن نصر الله بمعنى إنه لا فصل بين الساحات على الإطلاق وأن الميدان هو الذي يحسم الأمور مش هذول اللي قاعدين بمسحوا جوغ لأمريكا ولإسرائيل هذه هي الحقيقة الآن هم طبعا ردوا حزب الله حسب الأنباء طبعا لهم تحفظات على بعض البنود هذه الاتفاقية اللي سلمتها السفيرة الأمريكية اللي هو الكبير المفاوضين أو زعيم المفاوضين الأستاذ نبيه بري رئيس البرلمان وأيضا لنجيب ميقاتي رئيس الوزراء بالإنابة أو بالتكليف هذه القصة هي يعني أصبحت السفيرة الأمريكية في لبنان هي اللي بتحكم لبنان وهي اللي بتقرر لبنان وهي اللي بتفرش السجاد الأحمر لهوكشتاين وتتلقى التعليمات من إسرائيل كمان مش بس من حكومتها فهي مأساة يعني أنه إذا فصل الساحات هذا بيعتبر حقيقة اغتيال لحزب الله واغتيال للمقاومة الإسلامية في لبنان يعني الآن مش بيطلبه بس يخرج الحزب إلى شبال الليطاني وقواته لا وبدهم نزع قواته المسألة متدرجة اليوم بيبغدوه بشمال الليطاني بعدين المرة الجاية اللي هو بتيجي مرحلة نزع سلاح حزب الله وفيه لبنانيين وقيادات لبنانية تريد نزع سلاح حزب الله كليا وحط الجيش اللبناني إيش الجيش طب الجيش اللبناني أكله من أمريكا كيف بدي يكون ولي للبنان هذا الجيش اللبناني اللي بيدفع مزاريته أمريكا طب كيف بدي يكون عنده ولاء للبنان فلا اللي بيدافع عن لبنان واللي بيحمي لبنان وكرامة لبنان هم مقاتلي حزب الله حقيقة الأمة كلها تديد لهم بأنهم رفعوا راسها وحموها وحافظوا على الإسلام وحافظوا على العروبة وحافظوا على قيم الكرامة وعزة النفس هم الآن خطتهم أنه لدينا تحفظات لما تجي أمريكا تقول لك والله إحنا مستعدين نقدم ضمانات لإسرائيل بينها تغزو لبنان في أي وقت يعني تجون يعني تدسل طائراتها وتدمر لبنان إذا والله حزت أي خطر طب بدها تضرب وين يعني هاي الطائرات بدها تضرب الضاحة الجنوبية بدها تضرب البقاع بدها تضرب الهرمل بدها تضرب وين أماكن الأشقاء الشيعة واللي متضامنين معهم أيضا هاي الحقيقة اللي بدها تصين ففيه مصيدة للبنان حاملها وجايبها ومحضرها هوكشتاين في زيارته اللي بتبدأ البكرة الثلاثاء هذه مسألة كثير كثير مهمة لكن زي ما حكينا لا حزب الله قال يعني تبع وسيلة طريقة مهمة جدا اللي هو تبعها السنوار بالتخطيط مع حزب الله اللي هو نقول نعم ولكن ضلوا حماس يقولوا آه موافقين وكذا لكن هاي اللي احنا تحفظنا هنا تحفظنا هنا واستمرت 13 شهرا نفس الشيء الآن أعط فيه تقديري الأشقاء المقاتلين المجاهدين في حزب الله بيستخدموا نفس الأسلوب عندنا تحفظات وهذا لا يعني الموافقة بس مع عملية أنه هاي شايفين موجة عالية جاي إسرائيل الآن بتصعد وبتقتل يعني في أبرياء أطفال بالزبط حرب إبادة زي اللي بتصير حاليا في قطاع غزة هذا هو اللي بيعملوا للضغط على حزب الله عشان يوافق والضغط على اللي هم بعض الرؤوس في لبنان حتى يضغطوا على حزب الله ويقبل هذا الاتفاق ويرفع الرايات البيضاء لا أنا بعد تقديري الحزب متمسك كليا بالوسيط سيد الشهداء حسن نصر الله لا فصلة بين الساحات على الإطلاق وقف إطلاق النار في غزة وتعلونا نتفاهم معاكم في لبنان غير هيك لا على الإطلاق هذا يعني شيء واضح جدا ولا تراجع عنه اللي هو الآن بدي أحكي بس يعني أترحم على روح الشهيد الحاج محمد عفيف حقيقة أنه سيد الشباب وسمعته طيبة جدا ولا يخاف الموت وكان من الأقرب المقربين للسيد حسن نصر الله وعمل إعلام للمقاومة ناجح جدا الآن بس هذا اغتيال استعراضي يعني زلما كان بتحرك عادي جدا وبدعا لمؤتمر صحفي وجاب الصحفيين وقعد معاهم وحكوا في الهواء الطلق يعني مش خايف وكل الآن يعني رجال حزب الله مش خايفين على الإطلاق يعني الأمر الآخر أنا بدي أتمنى أبدي أشوف الآن هوكشتاين يعني أنه في مطار لبنان مطار بيروت فتشوا الوفد المرافق للسيد علي لرجاني هو مستشار المرشد الأعلى في إيران فتشوهم لأول مرة وبخدف الإذاء يعني الإذلال يعني عيد طب الآن هاي جاي هوكشتاين الصهيوني بتكوا تفتشوه بتكوا تفتشوه الوفد اللي أجمعه هذا هو السؤال هاللي بندوران نروح لروسيا أنا تقديري الآن بايدن يا رايح كثر من الفضايا بده يعمل حرب لما أعطى ضوء أخضر لأوكرانيا والجيش الأوكراني والزلنسكي إنهم يعني يستخدموا الصواريخ البعيدة المدى حوالي مدىها 200 إلى 300 كيلومتر لضرب العمق الروسي والبنى التحتية الروسية هذا يعني بأن الحرب بين الناتو وبين الروسيا بدأت لأنه العقيدة الروسية أي حد يعتدي علينا وعقيدة الجيش الروسي إحنا سنستخدم أسلحة نووية للدفاع عن أرضنا وإنه هذه الصواريخ بتمثل أصحابها يعني لما يطلبوا صاروخ أمريكي أو صاروخ بريطاني أو صاروخ فرنسي كأنه الجيش الفرنسي هو اللي بحاربنا أو الجيش الأمريكي هو اللي بحاربنا هذه الحقيقة الذريعة أنه والله أنه قوات من كوريا الشمالية وصلت لروسيا طب يا أخي من أنتو حلف الناتو كلكم موجودين في المنطقة أكثر من يعني ثلاثين دولة وجيشها وقواتها موجودة مستكترين تيجي قوات من كوريا الشمالية تساعد روسيا يعني هذا كله تحجج هذا كله ذا رائع روسيا طبعا صعدت حسوا يعني بوتن بوتن رجل يعني قوي حسنوا فيه حرب قادمة فعمل قسف مئة وعشرين صاروخ استخدمها لضرب اللي هي بخازن الطاقة والبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ومستخدم كمان تسعين مسيرة بتطورة جدا إيش معنى يعني حيموتوا من البرد حيموتوا من البرد بتكون تروحوا لأمريكا وتستخدموا الصواريخ هذا تصعيد من قبل الأمريكان لتوسيع الحرب يعني كل العالم يعاني من هاي الحرب بسبب أنه السيد بايدن بدوش يروح قبل ما يشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة طبعا حيصير فيه انقسامات أول انقسامات أجت من إيطاليا إيطاليا قالت نحن لا نريد صواريخنا والمعداتنا اللي نسناها لأوكرانيا أن تستخدم في ضرب العمق الروسي إحنا مش قد روسيا وبدناش حرب ومعي طبعا هي أوروبا بتعاني من أزمات هاي المسألة اللي هي هتكون محورية في الأيام القليلة القادمة أنا في تقديري يعني إسرائيل لن تخرج من هذه الحرب إلا مهزومة إسرائيل انهزمت حربها البرية فشلت فشلت في قطاع غزة وفشلت في لبنان وستفشل ضد العراق والآن يعني كل يوم في حالة استنفار في أوساط اللي هم المحور المقاومة الأشقاء في اليمن صواريخ فرط الصوت مستمرة ضرب الحاملات مستمر ضرب المدمرات مستمر وإلى اللقاء يوم الأربعة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر